روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما هذه القصة عن أصدق خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجرت أحداثها قبل نزول الإسلام لثلاثة رجال التقوا في طريقهم للسفر هذه الأمطار الخفيفة تلطف من حرارة الجو يا سيد رابح لكن الغيومة شديدة يا سيد زياد لم أعد أرى بوضوح رغم أننا في الظاهرة أنصحكما بأن تسرع بالاختباء في تجاويف الجبل فالأمطار الغزيرة على وشك الهطول ماذا يقول دليلنا عمار؟ لا أسمعك لنتبع إشارته هيا أسرع هل نظل هنا كثيرا؟ الصخور أصبحت زالقة من كثرة المطر والسير عليها شديد الخطورة لقد ابتلت ملابسي كلها أخشى أن أصاب بالبرد لا حول ولا قوة إلا بالله إني خائف الخوف من البرق أكبر فهو يصعق من يصيبه ويهلكه في الحال سلم يا رب سلم ألا يوجد مكان دافئ نختبئ فيه؟ هناك غار في أعلى تلك الربوة ولكن الجمال يستحيل أن تتسلقها نترك الجمال هنا ونعكلها جيدا ونذهب نحن ونتسلق الجبل حتى نصل إلى الغار أخشى أن تصاب الجمال بمكروه تخاف على الجمال ولا تخاف على حياتنا؟ إنني أكاد أموت يا رجل إذن هيا بنا سأعقل الجمال سأتخفف من حملي حتى أستطيع التسلق تكفيني قربة اللبن وأنا سأحمل تسعة امرات ثلاثة لكل واحد منا وأنا سأكتفي بحمل الماء هيا لنصعب هيا بنا قبل أن يصعقنا البرق المكان آمن لا يوجد به ثعابين أو عقارب وما هذا القش؟ يبدو أنه عش قديم لطائر من الطيور الكبيرة عظيم ناولني القش كله ساعده يا سيد زياد لا أقوى على الحركة صدقاني وها هو القش الجاف الحمد لله أفلحت في إشعال النار نستطيع أن نمضي اليوم هنا إلى أن يتوقف المطر أشعر الآن بتحسن الحمد لله أننا وجدنا هذا الغار البركة في دليلنا النابه السيد عمار بل في الله الذي هدانا لهذا الغار لننجو من البرق والرعد والسيول ما الذي جرى؟ هو زلزال؟ بل سقط البرق على الصخرة فأغلقت مدخل الغار انهضوا معي انهضوا معي لنحرك الصخرة هي صخرة تلك التي تريد تحريكها هل تمزح؟ قم وساعدني أم تريد أن تموت هنا؟ إهدأه ولندفع جميعا من جهة واحدة لا فائدة لا فائدة تهشمت ضروعي ولم تتحرك الصخرة بمقدار شعره ما العمل الآن؟ لا أدري كيف لا تدري؟ ألست دليلنا؟ الآن؟ لم أعد كذلك ما معنى هذا؟ لقد حبسنا نحن الثلاثة في هذا الغار وتساوينا في المصير ما معنى هذا؟ أهي النهاية؟ لا 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 بد أن هناك حلا قل شيئا يا سيد رابح ماذا أقول في قضاء الله يا رجل؟ أكاد أهلك من حرارة الجو ونقص الهواء آه بالأمس كنا نكاد نموت من البرد والآن نموت من الحر أطفئ تلك النار لماذا نبقي عليها؟ لأننا لن نرى شيئا من دونها لا يهم أن نرى بماذا تفيدنا الرؤية؟ سنهلك في هذا المكان لا محالة لا تكن يا أوسا يا رجل لعل الله يرحمنا ويفرج قربنا ادعوه إذن من كان منكما صالحا وله عمل طيب خالص لوجه الله فليبتهل بالدعاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أنا لي عمل ومرجبت به طاعة الله وأذنه من صالح الأعمال كنت أعمل في رعاية الإبل وبيع حليبها وكان لي أبوان كبيران في السن ألم تبيع لي هذا الحليب؟ يا سيد رابح ماذرة أيها السيد اسمي يا عرفان من أكبر التجار إنني معتاد يا سيد عرفان أن أسقي أبوي أولا ثم أهل بيتي وما يتبقى منهم هو الذي أبيعه أظنك تعرف مقدار حاجتك أنت وأهلك من الحليب فبعلي ما تبقى أولا حتى ألحق بالقافلة لقد أخذت عحدا على نفسي بأن يشرب أبوي أولا أنت تضيع على نفسك فرصة عظيمة في التجارة بل أتاجر مع الله يا رجل سلمان هل نمت يا رجل؟ لماذا تأخر هذا الصبي رابح؟ لعله يلهو مع الصبية أصحابه لم يتأخر يا سلمان نحن اللذان كبرنا ولم نهض نطيق الانتظار من أنت يا مرأ؟ وماذا تفعلين في بيتي؟ إيه عدت للنسيان مرة أخرى السلام عليكم يا أمي وأبي معذرة لتأخري تفضلي تفضلي يا أمي الحليب الطازج لا أشعر بالضمأ يا بني أرجوك يا أمي لأجل خاطري جرهة واحدة حتى تحدث البعكة بارك الله فيك يا حبيبي وجزاك عنا خير الجزاء أنت أيها الصبي أسرع لي بالحليب أمرك يا أبي وسيدي بالهناء والشفاء أبي حمدا لله على سلامتك كيف حالك يا نيرا؟ على خير ما يرام أخيرا تذكرت أن لك زوجة كان أبي يحتاج إلى صحبتي بعض الوقت وماذا عنا نحن؟ أمي إن أبي متعب من عملي وبالتأكيد لم يأكل شيئا طوال اليوم ها؟ ومن أين نأتي بالمال لنطهو الطعام؟ لس جائعا فقط أريد الراحة سأطمئنه على الإبل اسمع يا رابح نحن لم نعد نراك أبدا رغم أننا ووالدك نعيش في بيت واحد قلت لك ألف مرة إن رعاية أبويا هي أهم شيء في حياتي وكان الواجب أن تعينيني على هذا الأمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا انتظروا حتى يستيقظه ما الذي أتى بك في الصباح الباكر يا ولدي؟ لماذا لم تنم في غرفتك يا رابح؟ صباح الخير يا أمي صباح الخير يا أبي تفضل بالهناء والشفاء يدك متصلبة من حمل قربة اللبن طوال الليل بارك الله فيك يا حبيبي لا عليك يا أمي ستحسن بعض قليل كل هذا لأجلنا اللهم جازي ولدي ببره خير الجزاء يا الله يا رحيم إن كان عملي هذا خالص لوجهك فارحمنا به وفرج عنا ما نحن فيه الحمد لله أخيرا نسمة هواء ما أعظم نعمة الهواء الطيب المتجدد لم نحس بفضل هذه النعمة إلا عندما حرمنا منها أكاد أموت من الضمأ أليس مع أحدكم جرعة ماء لقد اقتسمنا الماء كله ربما يتبقى مع رابح شيء من اللبن ولا نقطة واحدة والتمر نفد كذلك ما العمل انظر السماء تمطر في الخارج إن رؤية الماء تجيدني عطشة لو استطعت فقط أن أخرج يدي من فتحة الصخرة وأملأها بالماء تحركي لا تحاول إنها لا تتحرك تحركت من قبل كان ذلك بأثر الدعاء أو قل بأثر العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لدي قصة كنت في أول حياتي شابا فتيا مغترا بقوته وماله وإعجاب النساء به ولكني في الحقيقة لم أكن أرى منهن إلا ابنة عمي زبيدة لن أتأخر يا زبيدة مع السلامة يا أبي زبيدة زبيدة افتحي لي إنه أنا ابن عمك معذرة يا ابن العم لقد خرج أبي ولا يوجد في البيت غيري هذا أفضل إنما جئت لك أنت أرجوك أن تنصرف وتحفظ غيبة عمك وماذا أفعل في النار المشتعلة في جوانبي يا زبيدة إنك تهينني بهذا الكلام ماذا تظن به إذا لم تفتح الباب سأقفز إلى الداخل وإذا فعلت سأصرخ فستسمعني كل القبيلة يا لك من عنيدة ولكني لن أيأث منك لا ينبغي أن تصمتي أكثر من ذلك لقد تمهد زياد بن عمك ماذا أفعل يا هند إنه ابن عمي ولا أريد أن أفضحه إذن تحملي مراودته لك ولا تلومي إلا نفسك بالطبع لا فأنا فتاة حرة ولا أقبل منه ذلك عليك إذن أن تبلغي أباك بما يفعله زياد أبي شيخ مريض ولا أريد أن أحمله فوق طاقته مسكينة أنت يا زبيدة تحبين رجلا لا يعرف قدرك ماذا بك يا زياد أما زلت تفكر في الفتاة التي تحبها ولا أنساها لحظة واحدة أرى أنك تعذب نفسك حولك النساء كثيرات ولا تفكر إلا في التي تصنعها حالة أبي لم تتحسن فقد أصبحت مدينة للطبيب بمائة وعشرين قطعة من الذهب لماذا لا تقتردين من ابن عمك زياد زياد إنه لم يفكر حتى في زيارة عمه المريض أعرف أنه مشغول بتجارته بل قولي بلهه ونزاوته الكل صار يعرف عنه ذلك أي كان الأمر فهو ابن عمك وأقرب إليك من الغريب حاول لن تخسري شيئا سأفعل يا هند ليس أمامي حل آخر زبيدة ما الذي جاء بك في جوف الليل؟ أحتاج إلى مائة وعشرين قطعة من الذهب أعطيك ما تطلبين ولكن ما مقابل المال وهل تريد شيئا في المقابل؟ أريدك أنت يا زبيدة يا ويلي ماذا أفعل؟ ها لم تردي علي لك ما تريد يا ابن العم أين المال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون أتبكين يا زبيدة؟ لماذا؟ لم أظن يوما أن أكون هينة عليك إلى هذا الحد كان أحب شيء إلى نفسي أن تتزوجني واصطدقات الدفوف وفرحة الأهل اتق الله يا ابن العم لا حول ولا قوة إلا بالله اذهبي يا زبيدة معززة مكرمة عسى الله أن يغفر لي انتظري خذ المال ما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا الله الحمد لله أستطيع أن أمد ذراعي وأملأ كف بالماء الحمد لله ناولني قربة الماء يا عمار لنملأها وندخر الماء إذا ما توقف المطر خذ ها هي لنحاول أن نحرك الصخرة قليلا فتستطيع العبور لا تحاول لقد تأكدنا أن الصخرة لا تتحرك إلا بفضل الدعاء والعمل الصالح جاء دورك يا سيد عمار نعم أنا حكيت لكم عن بري لوالدي وأنا ذكرت لكم قصتي مع ابنة عمي وحفظي لها لم يبقى غيرك يا عمار ربما يكون فيما سأحكي شيء من الصلاح وإن كنت غير واثق من الأمر عملت طوال عمري بالتجارة ونقل المسافرين والبضاء كيف حالك يا سيد عمار بخير يا سيد عزيز هل من خدمة أؤديها لك جئت لأعرض عليك المشاركة في الربح والخسارة وفي هذه الحالة لن ينافسنا أحد أشكرك على عرضك ولكن لكل منا طريقته الخاصة في التفكير والعمل وأفضل أن أعمل وحدي لكما تريد ولكنك ستخسر كثيرا بعنادك هذا لن نال إلا ما هو مكتوب لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أهلا بك يا بدر كيف حالك؟ أحتاج إلى المال بأسرع وقت حتى أتمم زواجي هل أجد عندك عمل؟ إنني أستعد للسفر في قافلة كبيرة وأحتاج لعاملين كم أجر العامل منهما؟ هذا صديقي ناصر سأعطي كل واحد عشرين قطعة من الذهب بعد عودتنا من السفر ألا يمكن أن نأخذ نصف الأجر مقدما؟ لا الأجر كله في نهاية العمل مثل ما أتعامل أنا مع التجار اتفقنا سأعمل عندك أنا وصديقي ناصر اتفقنا إذن مرحبا بالسيد عمار كبير التجار مبارك لك زواجك يا بدر تفضلوا بالحناء والشفاء أين أجد ناصر؟ اختفى منذ عودتنا من السفر لماذا تريده يا سيد عمار؟ لم يأخذ أجره مني حتى الآن وأنا مدين له بعشرين قطعة من الذهب أمره غريب سأبلغه إذا يا سيد عمار عندي خبر لك ماذا جرى يا بدر؟ تكلم لقد هجم قطاع الطرق على قافلتك في السحراء وسطوا على كل ما فيها كيف هذا؟ ضاعت ثروتي كلها في يوم واحد عوض الله عليك يا سيد عمار هل ستظل تدورها كذا مثل الراحة؟ دعيني الآن يا سلوى لست خالي البال ما الذي يشغلك يا عمار؟ أمامي فرصة لا تعوض مجموعة من الإبل الأصيلة تباع بنصف ثمنها ولماذا لا تشتريها؟ ليس معي شيء مالي كله ضاعف القافل كما تعلمين بكم هذه الإبل؟ بعشرين قطعة من الذهب رأيتك تتخر هذا المبلغ من المال إنه ليس مالي هو مال أجير عندي اسمه ناصر نعم ولكنه اختفى منذ شهور هذا لا يحرمه من حقه في الأجر لم أطلب منك أن تسرق ماله فقط اقترض العشرين قطعة لشراء الإبل وعندما تنصالح الأحوال ترد له دينة إذا عاد لمن كل هذه الجمال؟ ألا تعرف؟ إنها لصديقك عمار لقد اشترى مجموعة من الإبل والأبقار والأغنام بعشرين قطعة من الذهب وها هي قد صعد قطعانا بارك الله له فهو رجل طيب السلام عليك يا سيد عمار من أنت؟ قد لا تذكرني يا سيدي كنت أعمل أجيرا عندك قبل عشرين عاما عندما سافرنا في قافلة التجارة أذكرك بكل تأكيد كيف حالك يا سيد ناصر؟ سيد أنا بخير والحمد لله ولكني في ضائقة مالية وقد تذكرت أن لي عندك مبلغا من المال نعم كان لك مبلغ من المال الحمد لله أنك ما زلت تذكر لم أنساه يوما واحدا أعرف قدر مشاكلك ولكن كنت أسأل عن ذاك المال هو أمامك يا رجل لست أفهم كل ما أمامك من إبل وأغنام وأبقار وعبيد يسوقونها هي مالك الخاص سيد عمار أرجوك أن لا تهزأ بي معاذ الله يا رجل هذا مالك وإن أردت أن تسوقه كله فهذا حقك كيف هذا؟ كان أجري عشرين قطعة من الذهب اشتريت بهذه العشرين مجموعة من الإبل والأغنام ونماها الله فصارت على هذه الصورة حقا؟ نعم إنها لك خذ ما شئت واترك ما شئت بارك الله لك فيه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هل أعطيته آلاف الأبكار والأغنام والإبل؟ نعم فهي حق له وأخذها كلها ولم يترك لك شيئا؟ نعم أخذ ماله كله وانصرف أعرف أنني لم أفعل شيئا يستحق الثواب فقد أديت واجبي اللهم إن كان عملي هذا خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه لا الحمد لله الذي أعاننا على عمل يرضيه كدنا نموت لو لا فضل الله علينا لم أكن أعرف أن صالح الأعمال يمكن أن ينقذ الإنسان في الشدائد بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبدا انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الدراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاريا الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدهك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمعت لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيه الألبان كل يوم ونسق ابنتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنزبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نسبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسى أن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي فهمت لكم أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف مدى حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أردي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفسح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ مالذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشات الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحها اتق الله كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغل بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخ هذا خاتم زواجنا باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتؤكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذا رائعا ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتري النبيذ؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لنفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيته تماما ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعا لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أمينا هو ذاك هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظري أيتها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا وانضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفارا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما كل هذا الطعام من أين أتيت به رفق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي كل كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا لماذا أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي ألا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرا يوم القيامة يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعمل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثى لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابا عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟ قد يجف النهر أيضا فلا تجد ريا للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنيا مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوترا يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحا من الحليب الدافئ؟ بل قدحا من النبيذ المعتق وسأمشي قليلا في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحرس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه آه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئاً إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنماً لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً في بيت من بيوت بني إسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حناء لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محظراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمداً لله على سلامتك يا أختي الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضاً بالزرية الصالحة يا إلي سبات آمين يا رب كنت قد نزرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنسى ما هذا التفكير العجيب إننا أمام الله سواء ولكن الزكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمن الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم؟ اسم جميل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم لقد أنجبت السيدة حنى مولودتها مريم وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراءة والأحق بكفالة الطفلة مريم وتحدث نبي الله زكريا فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها زكريا أها هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات لم نحدد إذن هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب إلى النهر أفضل سأقضف الأسهم الخشبية في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار أظلنا قلنا الذي يسير مع التيار بالضبط أنا أيضا سمعتها هكذا دعاهم نبي الله زكريا أن يتقوا الله ولا يلجأوا إلى تلك الحين سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا لا مفر من إعلان الهزيمة يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلعتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهة العجيبة لا أدري نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا لا أدري حقا يا خالتي هو رزق وهبه الله لنا كلي هنيئا مريئا يا لها من فاكهة لذيذة لم أدق في حياتي مثلها أرجوك احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام سأترك شيئا من الطعام إذن الحمد لله لا أشعر بالجوع مطلقا أنت لا تأكلين شيئا يا مريم ومع هذا أشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا أنت مباركة يا مريم لا تبالغي يا خالتي إنما أنا أبت من إماء الله أرجو رحمته ادعي لي أن يجزقني ربي من فضله وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام أعلم ولكني أطمع أيضا في دعائك لي اللهم احسن قوفنا بين هديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا اللهم اكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله أن ينجب ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي ليس بعيدا على الله الكريم كلي أنت الآن بحاجة إلى الغزاء لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك هذا أمر لا أفكر فيه أبدا لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد أعرف ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا كلميني عن مولودك أنت يا خالتي هل فكرت ما في تسميته؟ يحيا هكذا سماه الله الله هو الذي اختار له الاسم نعم أوحى به إلى نبي الله زكريا يحيا لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري ما هذا من أنت؟ طم أنهى الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل خالتي أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان بمقدوري أن أتحدث افتح قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل وهو اختيار فيه مجد وتشريف وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة عباداتي وخلوتي مع الله أما الآن فالأمر يختلف كيف؟ إن جابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهم الله وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذب نفسك يا مريم يكفي أن تكون طاهرة عند ربي العالمين يعلم الله أني لا أخشى على نفسي وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي ربما يحاولون إيزاءه هل بدأت تشعرين به؟ نعم هو إحساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي ربما تكون فتاة طيبة كأمها لا إنه غلام أخبرني الملك الكريم بذلك آه يا ربي ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ ليتني ميت قبل هذا ونسيني الناس وضعت العدراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما أجملك يا بني وما أشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أشعر بزمع عجيب وأحس بجوع أيضا وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها لا تخافي ولا تحزني سبحان الله العظيم أيتكلم المولود في مهده؟ قال لها انظري إلى أسفل منك ستجدين جدولا صغيرا من الماء اشربي يا أمي هنيئا مريئا الحمد لله الذي سقاني ثم عاد يقول هز إليك هذه النخلة ستسقط عليك حبات من التمر الناضج كلي بالهناء والشفاء الله ما أجمل مذاقها قال لها عيسى عليه السلام أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي كيف لا أشغل بالي يا حبيبي؟ إن إن جابي لك في نظر قوم آه لا أدري ماذا أقول قال عيسى عليه السلام لا تقولي شيئا كيف؟ وبماذا أفسر لهم الأمر؟ قال عيسى عليه السلام إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا وترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإنا ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر انظري يا آروبة أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم ما ستحمل بين يديها أظنه طفلا رضيعا ربما هو يحيى بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيى وصار يمشي وحده رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري إن مريم تعتزل الناس جميعا فمن أين تأتي بطفلين؟ لا تصدقي كل الظواهر يا إيدال من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحدا من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أصمتي وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم لقد فعلت منكرا عظيما ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوما من البغاية كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا المولود يتكلم إنه أفصحنا لسانا ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أظن الأمر واضحا لا داعي لبقائنا اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة الحمد لله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كانت بلقيس أميرة في مملكة سبأ وعاش أهل سبأ في رخاء لم يروه من قبل ما رأيك يا مولاتي؟ رائع هذا ما كنت أريده بالضبط لقد تكلف العرش ثروة طائلة واستغرق أعواما في بنائه لكنه أعجوبة تستحق التعب جهد عظيم يا رشيد الشعب كله ينتظر عند معبد الشمس لنحتفل بعيد جلوسك على عرش البلاد هل قمتم بتوزيع الحلوى والملابس الجديدة على الفقراء؟ لم يعد في مملكتنا فقير يا مولاتي بسبب تقدمنا وحكمتنا المستمدة منك بل بسبب تشاورنا في كل أمر واختيارنا للرأي الأصوات فرحة اليوم تفوق الجميع وسأسجد للشمس حتى تلغيب احتفالا لمولاتي العظيمة ها هي الشمس تتوسط السماء حانت لحظة السجود رأى هذا المشهد واحد من جنود نبي الله سليمان وطار الهدهد طار الهدهد من أرض سبأ إلى بيت المقدس ليبلغ نبي الله سليمان بما رأاه عنبر أين كن؟ هل لاحظ نبي الله غيابي؟ نعم وأقسم أن يذبحك لكني مظلوم كنت أؤدي عملي وأستطلع ما يجري تحت سماء الله الواسعة بل كنت تلهو وتلعب أقسم أنني كنت في مهمة عمل خطيرة وقد أحط بما لم يحط به سليمان وجئته من سبأ بنبأ يقين يا ويلي نسيت أن أخبرك يا عمبر نبي الله سليمان وضع ثلاثة احتمالات الزبح أو التعذيب والاحتمال الثالث أن تأتيه بأخبار مهمة وواضحة تبرر غيابك لماذا لم تخبرني منذ البداية؟ حمدا لله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ما هذا؟ صبيحة صبيحة أمرك يا مولاتي الملكة؟ ماذا حدث؟ من دخل غرفتي وأنا نائمة لا أحد يا مولاتي أقول لك هناك من دخل إلى غرفتي ووضع هذه الرسالة على سريره إلى جوار رأسي أقسم لك أنه لم يدخل مخلوق من الباب والرسالة؟ من أين جاءت؟ لا أدري استدعي جميع الحرس واستدعي القائد نامق فورا أريدهم في اجتماع عاجل لقد فتشنا القصر بعناية لم تدخل نملة دون علمنا والرسالة التي في يدي كيف وصلت إلى مخدعي؟ هل يمكن أن تكون السيدة صبيحة هي من وضعتها؟ إن صبيحة مربيةي الخاصة ولن أسمح باتهامها بالخيانة لم أقصد ولكن الأمر محير من دخل إلى مخدعي ليضع رسالة إلى جوار رأسي كان بإمكانه قتلي دون أن أشعر إذا كانت مولاتي ترى أني مقصر في عملي فالتقطع رقبتي فورا قطع رقبتك لن يحل اللوز أريد اجتماعا في الصباح الباكر مع مجلس الحكماء أمر مولاتي وضاعف الحراسة حول مخدعي وقاعة عرشي لقد ضاعفت الحراسة بالفعل فور سماعي بالخبر ما زلت أشعر بالخوف من صاحب هذه الرسالة ترى لماذا جمعتنا الملكة؟ ليس من عاداتها استدعاؤنا في هذا الصباح الباكر اصبروا يا سادة ستعرفون كل شيء في حينه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ألقى إليك كيف؟ وجدت الرسالة إلى جوار مخدعي ولا أدري كيف وصلت إليه ربما ألقيت بسهم من نافذة أو كوة مفتوحة في السقف هذه علامة على أننا مخترقون الأهم هو ما تحويه الرسالة ماذا تحوي يا مولاتي؟ نرجوك أن تقرأيه علينا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هل انتهت الرسالة؟ نعم ما رأيكم؟ سمعت بالملك سليمان يقولون إنه رجل قوي حكيم ولكني لم أسمع بربه الرحمن الرحيم ما رأيك كبير المهندسين؟ لا أدري ماذا أقول أيها الناس أفتوني في أمري تعرفون أنني لا أتخذ قرارا بمفردي مولاتي إن جيوشنا مستعدة للدفاع عن مملكة سبأ الغالية والموت دونها نحن لدينا قوة وعلم حديث وفائض كبير في الطعام والماء ونستطيع خوض الحرب متى أردتي الأمر في النهاية يرجع لك يا مولاتي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذه عادتهم دائما ماذا تقترح مولاتي إذن؟ سأجرب الطرق السلمية حقناً للدماء وتجنيباً للناس لعويلة الحرب فأبعث لهم بهدية وأرى ماذا يكون ردهم لقد استخدمنا كمية كبيرة من الذهب المصفور لصنع صناديق الهدايا أرى يا مولاتي أن هذه تكلفة كبيرة للغاية يجب أن تكون الهدية قيمة ومبهيرة للملك سليمان هل لي أن أفهم الحكمة في ذلك؟ لو كان الملك سليمان عجلاً قوياً طامعاً في البنية فسترضيه الهدية وتجعله يكف أذاه عنه ألا يمكن أن تزيد من أطماعه؟ إن شراء أصحاب الأطماع أمر سهل المشكلة لو كان صاحب مبدأ أو عقيدة ماذا سيفعل وقته؟ لن ترضيه هديتنا مهما بلغت قيمتها وسيزداد إصراراً على إخضاعنا لربه ولكني لا أظن أن هناك مخلوقاً في الدنيا يستطيع مقاومة كل هذا القدر من الزهر هذا رأيي أنا أيضاً أرجو أن يفكر الملك سليمان مثلكما لن أعيد توصيتكم نعرف مهمتنا جيداً يا مولاتي سأراقب أحوال مملكة سليمان خاصة في الزراعة والتجارة والصناعة وأنا سأتابع ما وصل إليه من نظريات علمية في الطب والهندسة ألم يكن من الأفضل أن يذهب معنا قائد حربي لاستطلاع أحوال جيوشهم؟ بالطبع لا نريد أن نؤكد له أننا دعاة سلام ولم نذهب للتجسس عليه فهمت يا مولاتي أظهروا لهم الودة والمحبة والاستعداد لتعاون مشترك إذا ما طلبوا ذلك بكل تأكيد يا مولاتي اطمئني هيا ابدأوا التحرك لترعاكم الشمس المقدسة وصل رسل بلقيس إلى أرض نبي الله سليمان عليه السلام انظر يا عمار لم أرح دائق بهذا الاتساع من قبل إن الفاكهة تسقط من تلقاء نفسها في داخل السلال كيف يحدث هذا؟ من يأمر الريح بأن تهب في هذا الاتجاه وهذا التوقيت؟ تأمل تماثيل الزينة والنوافير في الطرقات إنها أجمل وأقيم بكثير من الهدية التي أحضرناها لملك البلاد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون مولاي الملك سليمان تفضل هذه هدية من الملكة بالقيس ملكة سبأ قال لهم نبي الله سليمان ما هذا أتغرونني بالمال ليس هذا ما قصدناه يا مولاي إن مولاتي أرادت أن تطلعكم على تقدم فنون صناعة الحلي في سبأ قال لهم النبي لقد أتاني الله ثروة وملكا أعظم مما آتاكم إرجع إلى أرضكما وقول لمن يحكم أننا سنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها وسنخرجهم من الأرض أذلة أليست رحلة مولاتي إلى الملك سليمان تشكل خطرا عليها؟ على العقس يا قائد الحرس لم نر من الملك سليمان إلا المعاملة الكريمة ليت مولاتي تسمح لي بالسفر معها لحمايتها بل تتولى حماية البلاد يا نامق واحرص على حراسة عرش جيدا لن يستطيع الجيش بأكمله أن يحركه خطوة من مكانه يا مولاتي تصحبك السلامة يا مولاتي فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون كان نبي الله سليمان استعد لاستقبال ضيفته ليطلعها على ما أتاه الله من علم والسلطان لعل ذلك يخرجها من ظلمة عبادة الشمس إلى نور عبادة الله انظري يا مولاتي إلى التمثيل كأنها حقيقية والفاكاة والأسماك إنها معجزة لا تشير هكذا يا صبيحة ولا تبدي انبهارا بما ترين سأحاول يا مولاتي حدد الملك سليمان استقبالنا في قاعة أسماها قاعة العرش وصلنا يا مولاتي تفضلي بالدخول قال لها نبي الله سليمان أهكذا عرشك كأنه هو ولكن كيف جاء من سبع إلى هنا ومن حمله قال لها نبي الله سليمان لقد أوتينا العلم من قبلك لكن ما يميزنا هو الإيمان بالله إنما أوصلنا إلى ما نحن فيه من تطور ورقي هو اليقين بالله وإسلامنا نحن إلى أين نتجه الآن يا مولاتي؟ إن الملك سليمان الحكيم قد بنى لي صرحا لأرتاح فيه يا له من ملك كريم معظيم نداها نبي الله سليمان وطلب منها أن تدخل إلى الصرح ما هذا؟ إنه بحر لم ينظر نبي الله إلى المرأة وهي تكشف ساقيها وقال إنما هو صرح من الزجاج الشفاف النادر يخيل للناظر إليه أنه بحر أستغفر الله العظيم لقد ظلمت نفسي طويلا كنت أسجد لشمس وهي مخلوقة مثلي لن أسجد بعد اليوم إلا لمن خلقني أسلمت مع نبي الله سليمان لله رب العالمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين يوسف بن أيوب الطفل الذكي الفطن والرجل الشجاع القوي لقب بالناصر صلاح الدين ترب بين ثلاثة رجال عظماء أبوه نجم الدين أيوب وعمه أسد الدين شركوه والملك العادل نور الدين زنكي فنشأ بقوة المحارب وحكمة الأمير وعدل الملك وقد كان عمه يرى فيه ما لم يراه غيره تعال تعال إلى عمك أيها الفتى هل رأيت ها أنت قد علمته الخوف آه تعال هذا أفضل ما رأيك في هذا الجواد أليس ظهور الخير خيرا من أحضان النساء وقد لقبه والده بصلاح الدين رجاء في صلاح دينه ودنياه إن صلح دينه صلح الدنياه فإن كان لابد فصلاح الدين وقد تعلم يوسف القرآن والعلم منذ صغره وهذا لم يمنعه أن يتعلق بالخير والفروسية لما كان يراه من أخويه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكبر صلاح الدين في دمشق مع والده وقد تعلم الدين والرماية فقد كان يهرب من مشاكل القصر لمطاردة الفرائس في الحقول فقد كان دمشق في زمن اشتد فيه الظلم والفساد من الحاكم الذي رفض الانضمام إلى نور الدين زنكي لقتال الفرنجة صلاح الدين أين أنت؟ حيث تراني ما الأمر؟ هيا أبوك يطلبك أين وجدت؟ في الصيد لا وقت الآن للصيد ألا تدري ماذا يحدث في المدينة؟ أدري ولكن ماذا فعلنا نحن حتى الآن؟ لم أعد أرغب في مخلطة الناس ماذا أقول لهم؟ هل أقول نحن مثلكم؟ ننكر قبائح مجير الدين أبق ومؤيد الدين الرئيس ولكن ما باليد حيلة فنحن ممالك السلطان وأتباعه وخدمه لا تتعجل الثمرة قبل نضوجها وفي مذهبي أن ما يمكن أن يؤخذ بالعقل والروية ينبغي أن لا يؤخذ بالسيف واصبر على عدوك حتى يكثر خطأه فإذا كثر أعانك الناس عليه لو رفعت سيفي في وجه مجير الدين منذ أول الأمر لقال الناس خان مولاه وصرفتهم الوسيلة القبيحة عن رؤية الغاية السامية والآن؟ الآن لم يبق في الجيش إلا رجالي بعد أن فرقت أصحاب مجير الدين ولم يبق في عامة أهل البلد من يعتذر له كلهم يريد نور الدين وسنعطيهم إياه هيا اخرج بهذا الكتاب إلى حلب من هذه اللحظة هيا أنا؟ أخوك توران شاه معروف أكثر منك لسنه أما أنت فلن يلحظك أحد ثم إني بحاجة توران شاه هنا هيا ما يوقفك واحرص على أن تسلم الكتاب وتعود فورا إلى دمشق هذا والله ابن أخي صلاح الدين وما جاء به من دمشق إلا أمر عظيم سيدي لم يخيب ظني نجم الدين كعادته ما أخرك عني؟ ما الذي يجري في المدينة؟ نور الدين أمام السور والذعار والدعار وأهل الفتن والشرور يحرضون علينا داخل المدينة أين الجيش؟ ماذا فعلت لتقمع الفتنة؟ أما الذعار والدعار فأنا كفيل بهم إن وجدوا وأما هؤلاء الذين يحتشدون ويطلبون نور الدين فهم عامة أهل البلد وفيهم الفقهاء والعلماء والزهاد والعباد وحفظة القرآن وهم لا يسمون عملهم شرا وإذا أراد الجيش أن يوقفهم عليه أن يقتل هؤلاء وأهل دمشق جميعا وما كان الجيش ليفعل ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخذ ذلك خير وأحسن تأويلا إذن فهي خيانة عصيان كيف تجرؤ أيها ال لطالما حاولت أن أحذر من عاقبة تلك السياسة الرعناء ولم يطلب نور الدين غير التآلف والتعاضد والوحدة ضد العدو ولم يكن له من دمشق مطلب آخر لكنها لا تعمى الأبصار إنما تعمى القلوب في الصدور نور الدين يا منصور نور الدين يا منصور وهكذا كانت بداية توحد الأمة على كلمة الحق تحت حكم نور الدين زنكي الذي كان يعمل عليها لتحرير البلاد من الفرنجة فما إن دخل دمشق حتى رفع الظلم عن أهلها وأعطى كل ذي حق حقه وهذا ما كان يشد صلاح الدين في حكم وعدل نور الدين زنكي وقد كان يلجأ صلاح الدين لعمه أسد الدين كل ما أهمه شيء أهلا ومرحبا بك في حلب لم تخبرني ولكن هكذا أفضل أحسن الفرح ما جاء على غير موعد في نفسك شيء لا أدري يا عماه لكني لا أقيم على حال أحب مجالس الصوفية وأسمع كلاما يلامس قلبي وروحي فإذا خرجت منها تاقت نفسي إلى مجالس السمر ووجدت في نفسي ثقلا وغما ما زال على ذلك حتى ضقت ذرعا بنفسي هل أغضبك كلامي يا عماه إذا كان هذا ما أهمك فأنت بخير يا صلاح الدين من أوهمك بأنك من طينة أخرى غير طينة البشر لو لم تكن تصب إلى ما يصب إليه الشباب لخشيت عليك ولو لم تحاسب نفسك وتستدرك عليها لخشيت عليك أيضا انظر إلي فقدت عينا في قتال الفرنجة لكني أبصر بهات العين خيرا مما يبصر الآخرون فأنا اليوم أفضل حالا مما كنت عليه في أي وقت مضى وما كان من صلاح الدين إلا أن لازم مجالس نور الدين زنكي بجوار عمه حتى جاء اليوم الذي طلبه نور الدين بمهمة وهي استحاب أهله وحمايتهم حتى يصل إلى الشام صلاح الدين أريدك في مهمة يسيرة هيئ نفسك للسفر غدا إلى دمشق ومرت الأيام والسنين حتى مات مالك القدس فاجتمع نور الدين زنكي يأخذ مشورة من حوله بماذا يجب عليهم القيام بعد موت ملكه وقد حضر المجلس صلاح الدين للموت جلال لا يسعنا إلا مراعته يتخطى شخصا ميت جنسه أو دينه وهل هو عدو أو صديق لا نجادل المولى في هذا ولم نفكر بالإغارة على موكب الجنازة ما نشير به الآن هو أن نغتنم فرصة شغال القوم بمراسيم الدفن والعزاء والوراثة فنغير على عسقلان إنها حرب يا سيدي وتلك بلادنا وحقوقنا ومع ذلك نعمل بمقتضى أخلاقنا في الحرب والسلم معا إني أتفهم موقف الأمير وكذلك أتفهم موقف أسد الدين صلاح الدين أنت أصغر الجميع سنا وقد سمعنا رأي الكبيرين أبيك وعمك فما تقول أنت أنا من رأي الأمير فالمعركة بيننا وبينهم معركة بين الحق والباطل فإنهم حملون على أن نعاملهم بمقتضى أخلاقهم فازوا علينا وإن كسبنا المعركة بل أزيد على ذلك إن أذن لي مولاي قل يا صلاح الدين إن أذن الأمير نرسل إليهم سفارة للتعزية لماذا تنفخ يا أسد الدين هذا رجل يعيني على الحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وكان أول ما استلم صلاح الدين هو قيادة الشرطة فما زال قائما عليها حتى قرر نور الدين زنكي إرسال الجيش إلى مصر بعد أن جاءه الوزير يطلب النجدة منه فجاءه وعمه يخبره اسمع يا صلاح الدين لقد انتهت أيامك في دار الشحنة أنا وأنت سنخرج معا إلى مصر لقد وافق نور الدين أخيرا أنا؟ من قال إني أريد ذلك؟ ألا تحب أن تكون مع عمك أيها الفتى؟ في أمر غير هذا وأي بأس في هذا؟ فأنا لا أحسن هذا الضرب من العمل الذي تخالطه الدسائس يا عماه والله إني لا أطيق النظر في وجه هذا الوزير شاور نهيك عن القتال معه صحيح أننا نعمل لغايتنا التي هي غير غايته ولكن قد تلتبس هذه بتلك ثم ما الذي جاء يعرضه علينا ثلث إيرادات مصر في كل سنة؟ ألا قاتله الله؟ وما ملكه مصر وخزانتها ليعرض علينا الثلث أو النصف؟ هل هذا مال أبيه أم مال الأمة؟ فهل هذا رجل نثق به؟ اذكر قولي يا عماه سوف يستعملنا في حاجته حتى إذا فرغ منها واطمأن في شوكته سوف يغدر بنا ونحن منقطعون في بلاده فما كان من صلاح الدين إلا أن خرج مع عمه إلى مصر ولما وصلوا وأنهوا ما جاءوا من أجله وحصل الوزير شاور على ما أراد غادر بالمسلمين الذين جاءوا لنصرته وأرسل للفرنجة يستعين بهم لرد المسلمين عن مصر ولما وصل الخبر لصلاح الدين وعمه كان يجب عليهم أن يتخذوا قرارا سريعا فعلها الكلب إذن نكف عن بلبيس ونرجع أدراجنا إلى الشام الآن نبقى ولئن ترددنا قبل الساعة فلا وجه للتردد الآن والله لو قلت غير هذا لتبرأت منك فدخل أسد الدين وجيشه إلى بلبيس واعتصموا فيها بعد وصول الفرنجة وحصارهم للمدينة فاستغل نور الدين زنك الموقف واحتل بعض المقاطعات الخاضعة للفرنجة ولما وصلت الأخبار للملك عقد هدنة مع المسلمين على أن يعود الطرفان من حيث أتوا وهذا ما حدث ولكنها ليست النهاية ولم يزل أسد الدين منذ عودته من مصر يرتب للرجوع إليها بعد أن اختبر البلاد وأهلها وعرف مداخلها ومخارجها وما فيها من العدد والعدة والثروة العظيمة وما زال أسد الدين يحدث بهذا نور الدين وأهل الثقة حتى استقام له الأمر وانعقدت النية وجهزه نور الدين بألفي رجل واستحب معه ابن أخيه صلاح الدين على كره وكان شاور قد بلغه ما عزم عليه نور الدين وأسد الدين فراسل أمالاديك ملك الفرنجة وجتد له العهود والوعود وخوفه من أن نور الدين إذا ملك مصر فقد باتت مملكته في خطر ألا يتفطر القلب حين يفكر المرء أن رجلا واحدا فقط مثل شاور يحرم الأمة من هذه الفرصة العظيمة لا لشيء إلا لهوى السلطنة وأغراضها ألا قاتل الله السلطنة وطلابها كم يجب أن تتأخر الحقوق لأن رجلا واحدا يقدم سلطانه على كل هذه الغايات العظيمة هل تعرف الآن لماذا كرهت الخروج أول مرة وكرهته هذه المرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كل مسير لما خلق له أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد فالنصر يا صلاح الدين لا يتحقق من محض الدعاء في مجال في الذكر فكتب صلاح الدين إلى الوزير شاور أن يرجع عما أقدم عليه من التآمر مع الفرنجة ضدهم وأقسم له أنه لن يقيم في مصر وسيكون معينا له على من أراد السوء لبلاده وكل ما يريده هو نصرة الإسلام وطلب منه أن يتحدوا معا للتخلص من الفرنجة فما كان من الوزير إلا أن قتل حامل الرسالة إليه مما أثار غضب صلاح الدين سأقتله يا عماه سوف أقتله بنفسي إن لم أقتله فكأنني قتلت رسولنا إليه إذا ظفرت به يوما سوف أقتله هذا عاد فما كان إلا أن اجتمع قادة الجيش لوضع خطة لقتال الفرنجة مع الوزير المصري شاور وهنا ظهرت مهارة صلاح الدين على التخطيط للجيش لا تحسب القوة في العدد فقط فلننظر فيما لنا وفيما علينا فالذي علينا هو العدد والذي لنا هو كثير جيش شاور لم يختبر من القتال إلا ما يدور بين الوزراء والأمراء وقتالهم إلى جانب جيش الفرنجة عبء عليهم لاختلاف العادة والطريق أما جيش الفرنجة فإنه ثقيل بالحديد ونحن أخف منهم كرا وفرا والتفافا وأصبر منهم على تحمل حر الشمس لقلة الحديد وفوق هذا كله فإن عمة أهل مصر معنا لهذا كله أرى أن نعجل المسير من هذا المكان ونغل حتى نرغم جيش شاور وجيش الفرنجة على المسير الطويل في حر الشمس ونكون أقرب إلى القرى ولا تنسوا بعد ذلك أن الوقت حليفنا فكلما طال أمد الحرب التف حولنا مزيد من إخوتنا المصريين وخاف الفرنجة على ما تركوه وراءهم في بلاد الشام هل يستقر الرأي على هذا؟ نعم الرأي نعم إذن نتعاهد على القتال فإما النصر وإما النصر وتقدم المسلمون وانتصروا في غارات عديدة على الفرنجة حتى أسروا قائدا لهم ودخلوا الإسكندرية بعد دعوة أهلها لأسد الدين بدخولها وتم حصارها من الفرنجة ولكن أسد الدين استطاع الخروج قبل حصارها ليأتي بالمؤن والمساعدات وبينما كان حصار الإسكندرية يدخل شهره الثالث دون أن ينال الفرنجة منها شيئا شن الملك العادل نور الدين زنكي غارات على قلاع الفرنجة وحصونهم فكسر شوكتهم وقتل من أبطالهم أعدادا كبيرة وأسر مثلهم وعاد من ذلك كله بأعظم نصر وأوفر غنيمة وبعد أن طال الحصار على الإسكندرية عاد أسد الدين وخيم بالقرب من جيش الفرنجة ولما علموا بأمره أرسلوا إلى صلاح الدين للتفاوض إذن أنت القائد صلاح الدين لم أتخيلك على هذه الصورة أكره أن أقول هذا ولكن يجب علي أن أعترف لقد أبيت مسالة عظيمة تستحق عليها شرف الفرسان العظام لم أكن وحدي أيها الملك كان معي أهل الإسكندرية الآن لا أظن أننا بحاجة إلى مقدمات طويلة فمن الواضح أننا نحن من طلب التفاوض والمحاصر إذا طلب التفاوض فمعنى ذلك أنه يريد تسوية لا يكون فيها غالبا ولا مغلوبة أصبت ولكن الملك قد نسي أننا لسنا في داخل الإسكندرية فقط فعمي سار من خلفكم وقد جمع السلاح والرجال وجاء ملك الفرنجة يعرض على صلاح الدين أن يعود الطرفان من حيث جاءوا ولكن هذه المرة وافق صلاح الدين واشترت عليه أن يحفظ أمن أهل الإسكندرية وأن يأخذ من سفن الفرنجة لنقل الجرحى من المسلمين وأن يدفع الوزير تكاليف الحملة كاملة وتنفذ الشروط تحت ضمان الفرنجة لعدم ثقة صلاح الدين بالوزير شاور كما أرسل صلاح الدين الأمراء الذين أسرهم مع بقية الجند إلى الملك لم يتحلي قبل الآن أن أقول لك هذا لم يخب ظني فيك أيها الفتى منذ كنت صغيرا لو كنت مكانك في الأسكندرية لما فعلت أحسن مما فعلت أنت قد جعلت عمك العجوز رجلا فخورا هل عرفت الآن لماذا أصررت على اصطحابك؟ وكما نكث الوزير عهوده مع المسلمين نكثها مع الفرنجة فأعد الجيش والتجه لمصر ولكن هذه المرة لاحتلالها فما كان من خليفة مصر إلا أن أرسل للناصر نور الدين زنكي يطلب المدد والنصر منه فخرج الجيش ووصل مصر وكتب الله له النصر على الفرنجة ودخل المسلمون لمصر ولكن هذه المرة إلى الخليفة الحمد لله الحمد لله رجع الفرنجة مخذولين ودخل أصحابنا القاهرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله أخيرا مصر والشام هذا أول الأمر وليس آخرة حتى تتوحد الخلافة عندئذ فقط نقول توحدت الأمة وحان الوقت للزحف على بيت المقدس وهذه بشارتها إن شاء الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وبعد دخول المسلمين مصر وقتلهم الوزير المخادع شاور تولى أسد الدين منصب الوزير وما هي إلا فترة قصيرة حتى أصابه المرض وفارق الحياة إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا عماه لمحزونون وكان أمر الخليفة أن تكون الوزارة لصلاح الدين بعد عمه أسد الدين رحمه الله من يفعل بي خيرا ويقنع الخليفة بصرفها عني قبل أن يخرج بها منشوره سبحان الله هذا الذي قيل فيه هناك قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل إنها ليست الجنة يا خالي ولست معدا لها إنها والله لتكليف عظيم ففيها مصالح الأمة وأخشى أن لا أرعاها حق رعايتها فأهلك بها عند الله اسمع يا يوسف لقد علمت منك أنك خرجت إلى مصر مع عمك كارها وقد أتتك الآن الوزارة وأنت لها كاره ألا ترى من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى يقدر لك قدرا ويصنع لك وبك مصيرا ولا تملك أنت أن تدفع أمر الله فاصدع له وعلم أننا جميعا سنكون لك عونا إن شاء الله وما نكتم عنك رأيا نراه وإن خالف رأيك فاعزم وتوكل ورغم رضي صلاح الدين للوزارة إلا أنه قبلها بعدما أقنعه قاضيه ومن حوله بأهمية المكانة التي وكل بها وأنه سيكون حلقة الوصل ما بين دمشق ومصر أما وقد نفذت مشيئة الله تعالى فقد آن أوان الجد وإني أعاهد الله أمامكم ألا يصرفني منذ اليوم شيء من متاع الدنيا عن تحقيق الغاية وهي صلاح البلاد والعباد ومجاهدة الفرنجة وتوحيد مصر والشام وتحرير بيت المقدس وإني أقول لكم ما قاله من هو خير مني لمن هو خير منكم إن رأيتم في عوجاجا فقوموه فقد دوليت أمركم وما أنا بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فيكم وإن لم أطع الله فلا طاعة لي عليكم وأول هذا الأمر إشاعة العدل وإحقاق الحقوق فنحن لا ننتصر بالعساكر والآلات فحسب بل ننتصر بالأمة كلها فإذا صلح حالها وأمن الظلم أمراءها صحت عزيمتها على جهاد العدو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى هم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وبعد تسلم صلاح الدين وزارة مصر أقام العدل ونشر الخير وأعاد الحقوق إلى أصحابها وقمع الفتن وكان أعظم ما فعله رد الفرنجة عن مصر عندما قدموا لغزوها واحتلالها وكان النصر للمسلمين بعون الله نزل الفرنجة على دمياط وأقاموا مخيمهم بين المدينة والبحر وكان السلطان صلاح الدين قد أرسل إلى العساكر في النيل وأمدهم بالمال والسلاح والذخائر وذهب دقي الدين إلى دمياط فدخلها وكذا شهاب الدين الحارثي فنزلها وجهز نور الدين للسلطان العساكر إرسالا كلما تجهز الطائفة أرسلها فسارت إليه يتلو بعضها بعضا حتى انتصروا بفضل الله وبعد كل هذا لم تهدأ النفوس فما زال الأمراء يحرضون نور الدين زنكي على صلاح الدين حتى طلب منه خلع الخليفة وإظهار الولاء والطاعة له لتوحيد البلاد فصعب هذا على صلاح الدين لعلمه بمرض الخليفة بما تشير علينا يا عبد الرحيم اسمع يا يوسف من طبيعة السياسة والسلطانة أحيانا أن يجد السلطان نفسه بين أمرين كلاهما مر فيكون عليه أن يحسم أمره لأن التردد إذا طال آل إلى ما هو أشد من المرين وإني لأقدر ما في نفسك من الحرج ولكن نستمهل الأمر وقتا لا يطول فإذا طال كان لابد مما ليس له بد وفي هذه الأثناء نكثر الكتابة إلى نور الدين لنطمئن خواطره ونمد خزانة الشام من خزانة مصر ليعلم أنه صاحب الولاية هنا وهناك على الحقيقة وما زال نور الدين يتقلب بين الشك واليقين في نوايا صلاح الدين حتى أصابه المرض وتمكن منه ثم انتقل إلى جوار ربه رحمه الله وبعد وفاته اختلف الأمراء على تولي الأمر في الشام وتسلم الوصاية ابنه من بعده حتى يبلغ سن الحكم فأرسلوا إلى صلاح الدين يناشدوه أن يلحق بهم قبل أن تقضي الفتنة على دمشق ويطمع بها الفرنجة بعدما علموا بأمر الخلاف في دمشق وقد أقام الأمراء فيها هدنة مع الفرنجة وفرضوا ضرائب جديدة على الشعب مما أثارهم وقد أرسلوا له آملين منه العون والمؤازرة في إنهاء الفتنة لماذا إذا ذهب الرجل العظيم تكاثرت الضباع من حوله حتى لا تشك أن تذهب بكل ما قضى عمره فيه أبعد كل الذي بذلناه في توحيد مصر والشام وبعد أن صرنا قاب قوسين من القدس أنشأ يا عبد الرحيم أنشأ كتابا فاضليا يذكر الغافل وينبه النائم ويوجع ولا يميت وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وسار السلطان صلاح الدين إلى دمشق وحسب أن يمتنع عليه البلد ويلقاه بالعدة والعتاد فأقبل حتى وجدها قد فتحت له الأبواب واستقبلته بالبهجة والترحاب وأناب السلطان أخاه طغطكين في دمشق وخرج في عساكره وأصحابه وفي الطريق تسلم حمص فانقادت له ودخلت في طاعته ثم رحل إلى جهة حما وصاحبها عز الدين جرديك فخرج إليه وأعلن دخول حما في طاعة السلطان وصحبه إلى ظاهر حلب حيث أقام السلطان مخيمه ورفع أعلامه ولما أحس صاحب الموصل أن صلاح الدين قد استفحل أمره وعظم شأنه وعلت كلمته خاف أنه إن ملك حلب فقد يتعدى الأمر إليه ويصل سلطانه إلى ما بين يديه فجهز عسكرا وافرا جعل إمرته لأخيه وانضم إليه من كان بحلب من العسكر وخرجوا في جمع عظيم ولما عرف السلطان بمسيرهم سار في عسكر خفيف حتى وافاهم بقرون حما سود الله وجوهكم ظننتم رفقنا ضعفا فاختبرتمونا فما ظنكم بنا الآن؟ أن نعود إلى ما عرضتم علينا فنقبل به خاب فألك هذه المرة ضيعتم الفرصة حين لاحت لكم فهل نكافئكم على ما صنعتم الآن؟ ألا ساء ما تصفون لا والله لا والله لا أعطيكم عودا مما في أيدينا جئت الآن لأخذ منكم لا لأعطيكم وعاد السلطان قاصدا دمشق فلما وصل إلى حما وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم التشريفات الجليلة وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام النصر لصلاح الدين النصر لصلاح الدين ثم إن السلطان قصد حصن إعزاز لموقعه ومنعته فضرب عليه الحصار وأقام عنده وما زال قائما عليه حتى فتحه وصار بوسع السلطان أن يصرف همه لقتال الفرنجة بعد أن استقام له أمر الشام كما استقام له أمر مصر وفي الطريق إلى دمشق التقى أخاه شمس الدولة توران شاه وكان قد عاد من اليمن فولاه أمر دمشق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وفي دمشق تزوج السلطان بعسمة الدين الخاتون بنت معين الدين آنر واستمرت المناورات بين المسلمين والفرنجة في المدن القريبة من الشام لتطهير المنطقة من خطر الفرنجة وإيقاف الغارات التي كانوا يقومون فيها على المراعي بسبب الجفاف والقحط الذي أصاب المنطقة حتى انتصروا فيها وتفرغوا للأهم والآن نخرج لهدم حصن يعقوب في مخاضة الأحزان كما يسمونها قبل أن يرجع فرغ شاه بجنده من الساحل نرسل إليه ليلتقي بنا في مرجعيون وهذه المرة خرج صلاح الدين لهدم حصن بناه الفرنجة في المنطقة المتعاهد عليها بأن تبقى للرعي والزراعة لأهلها فهي منطقة تصير ما بين الشام والقدس فخان الفرنجة العهد وبنوا حصن ملؤوه بالسلاح والجند وكانت المواجهة وانتصر المسلمون بفضل الله وأسر العديد من أمراء الفرنجة ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كيها المجرمون فأرسل ملكهم لصلاح الدين يدعوه لإجراء مبادلة للأسرى فقام صلاح الدين بتجهيز قائمة لأمرائهم وقدر الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم أليس الفرق كبيرا يا سيدي بين ما تعطوننا وما نعطيكم؟ بقدر الفرق الذي تحقق في معاركنا الأخيرة وهذا فصل الكلام عندنا إما أن تقبلوه وإما أن ترفضوه والأمر إليكم الآن والآن الهدنة أعتقد أن من مصلحة الطرفين أن تعقد هدنة لمدة عامين كما ترى كلنا يعاني من الجدب والجفاف وقد أتت الحرب على الأخضر واليابس والسكان الآن يعانون عندنا وعندكم مؤكدا لا بأس لا ماني عند السلطان الناصر على أن تكون الهدنة ملزمة لجميع أمرائكم فإذا شذ أحدهم كان على ملككم أن يلجمه ويعاقبه ويلزمه بكافة المغارم وإلا حملناكم جميعا تبعة الأمر وعليه تصرفنا نكتب النص هنا ونقسم عليه بما نؤمن ويوقعه كل منا عن سلطانه وبعد أن مرت بلاد الشام بسنين القحط أمر صلاح الدين أن تبطل جميع الضرائب عن التجار وأصحاب الأراضي لتخفيف أعراض الجدب عنهم حتى تنفارج الغمة رغم ما تمر به الدولة من قلة للموارد وانتهاء المال الموجود في خزينة الدولة إلا أنه أصر على موقفه هؤلاء ضعاف الناس وضرر الجفاف والجدب يقع عليهم أولا وهم أمانة في عنقي فماذا أفعل؟ أتركهم يتدورون جوعا ثم أستنفرهم للجهاد؟ وماذا أفعل أنا؟ إذا أبطلنا مكس الضياع والتجارة على الجملة الآن فلن يبقى في خزينتي شيء لا لهؤلاء ولا للجن فإذا اضطرنا الفرنجة إلى التجهز للجهاد وطلبت مني حاجة لن تجد عندي شيئا عبد الرحيم اكتب إلى الخليفة في بغداد لعرض الحال لعله ينجدنا بشيء من خزانته أما الضيع التي ورثتها عن أبي في دمشق وبعلبك فسأكتب لك فيها وكالة تبيعها وترد ثمنها إلى بيت المال أما أنت فأبطل نفاقة السلطان من الخزانة وردها إلى بيت المال السلطان لن يموت من الجوع أما عمة الجند فلا تنقص شيئا من خبزهم وأما أمراء العسكر فاجعل لهم نصف النفقة ورد الباقي إلى بيت المال لن يسر هذا بعضهم ولكن اجعلها الآن تطوعا وابدأ بنا نحن خاصتك فإذا رأى بقية الأمراء ذلك حذو حذونا إن لم يكن تفضلا فتقربا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وما كان من الأمير ريموند إلا أن نقض الهدنة وأغار على الحجاز وقتل ونهب ما فيها وأسر القوافل ذاهبة للحج ولما وصل الخبر إلى الناصر صلاح الدين الحقير ألا يكتفي بخرق الهدنة حتى تبلغ به الجرأة أن يقصد مكة والمدينة ألا يعرف أن دونهما مقاتل المسلمين جميعا أغار السلطان الناصر على إقطاع الأردن والشوبك وأرسل العادل الأسطول المصرية إلى ميناء حراء على البحر الأحمر فاشتبك مع العساكر الفرندية وفك الحجاج من أسرهم أما ريموند فقد لاذ بالفرار الحمد لله على نصره أما ذلك اللعين أرناط لقد ارتقى هذا المجرم مرتقا صعبا وطلب ما لا ينال وإني أعاهد الله الذي لا إله إلا هو لإن ظفرت به لأقتلنه ولا أراعي فيه عهودا ولا ذمة فدمه من الآن مهدور دمه مهدور هذا عهد ووعد ووعيد قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وأعد صلاح الدين جيشه واتجه إلى الكرك وفرض حصاره عليها وبدأ بقصف القلعة لعله يخترق جدارها ويدخلها ورأى السلطان أن حصار الكرك يطول وما تحصل منه الطلب وقد طال على الناس القحط فرحل إلى دمشق وحاز في طريقه قبل الوصول إليها غنائم ووصل الخبر أن الفرنجة خرجوا مع مليكهم المجزوم محمولا على محفة بنجدة الكرك فكفاه الله قتالهم وقد عزم على ادخار قوته ليوم عظيم قد أوشك أوانه وأقبل زمانه وبعد وفاة ملك الفرنجة والفوضى التي تبعته استغل المسلمون الفرصة في تهيئة البلاد والجيش وهذا ما تم واستمر ريمون باعتداءاته وخرقه للهدن حتى أعلن الناصر صلاح الدين الخروج للجهاد إذن انتهت الهدنة ووقع القول وحان وقت الجهاد الأعظم والمعركة الفاصلة عبد الرحيم اكتب إلى أخي أن يجهز الجيش المصري ويرسله إلى الشام وكذلك إلى جيوشنا وكل أنحاء الشام والجزيرة الفراتية وإلى كل من يطلب أجر الجهاد ويرجو أن يكون له نصيب في فتح بيت المقدس الآن على بركة الله نعلن النفير العام حيا على الجهاد حيا على الجهاد حيا على الجهاد الله أكبر وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهنوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين نريدها معركة فاصلة لغارات متفرقة لذلك يجب أن نحكم الخطة والتدبير في كل خطوة نخطوها لن نكسب المعركة الفاصلة بالسيوف حتى نكسبها قبل ذلك بحسن التخطيط فالعدو علم بتحركاتنا ولكن نزولنا في حوران قد موها عليهم والأرجح أنهم حسبوا أننا إنما نريد الكركة وحماية قافلة الحجيج القادمة من الحجاز وهذا ما أردناه أما قافلة الحجيج فقد أمننا سلامتها والحمد لله لكن الجيش المصري لما يصل بعد وكذلك العساكر التي ما زالت تتوافد من أنحاء البلاد لذلك يتقي الدين ينبغي أن نستمر في التمويه عليهم إلى أن يكتمل وصول العساكر ثم نأخذ طريقنا إلى طبرية إلى ذلك الحين يبقى ولد الأفضل نور الدين علي هنا في رأس الماء ليستقبل وصول المجاهدين وفي أثناء ذلك أخرج أنا مع جماعة من العسكر إلى الكرك والشوبك فنثخن فيها وبذلك نحقق غرضين أما أولهما فهو التمويه على غايتنا الأخير كما أسلفت وأما الغرض الثاني فهو إعاقة هذا اللعين أرناط من الخروج مع عساكره إلى القدس ولو إلى حين ومن أولى الأمور في هذا الظرف يتقي الدين أن نستطلع كل أخبار العدو وتحركاته وأن نستكشف كل الأراضي والمسالك اطمئن على هذا لقد رتبت العيون وطرق التواصل من هنا حتى بيت المقدس وعكة ونابلس والفول وطبرية وصفورية وكل الجليل ولا يحدث شيء إلا ويصلني خبره في اليوم نفسه ومن بين العيون أعداد من الفرنجة أجذلنا لهم المكافأة فضلا عن الأخبار التي ما زالت تفيدنا من زوجة أمير أنطاكيا عن طريق رسولنا فلما تكامل اجتماع العساكر من كل صوب سار السلطان وأقام بعشدة وجعل تقي الدين عمر على الميمنة ومظفر الدين كوكبري على الميسرة ثم سار على هذه الهيئة إلى طبرية حتى بلغ كفر سبت بالقرب من حطين وجعل البحيرة وراءه وخرج الفرنجة في عدهم وعديدهم وخيلهم وحديدهم فجثموا عند ينابيع صفورية هذا هو المكان البحيرة وراءنا وينابيع الماء ويكون الطريق من صفورية تحت تصرفنا هل من المناسب أن تكون البحيرة في ظهورنا؟ أدرك ما ترمي إليه يا تقي الدين ولكن المقدم عندي أن نحول بينهم وبين الماء مهما كان الثمن نصف النصر أن تفرض على العدو مكان المعركة الذي يوافقك ولا يوافقه وهم الآن في صفورية في موقع حسن ولديهم وفرة من ينابيع المياه ومطلوبنا أن نستدرجهم إلى المكان الذي عيناه وهذه أيام شديدة الحر وهم يثقلون أنفسهم وخيولهم بالحديد فإذا نجحنا في استدراجهم لن يصلوا إلينا إلا وقد قتلهم العطش وجهد الطريق ونكون نحن في راحة وعافية فالماء موفور من خلفنا لذلك يجب أن ندمر كل صهاريج المياه التي هي في طريقها من صفورية إلى حطين ونسد بالعسكر كل طرق المياه التي من خلفنا لأنها ستكون مطلبهم الأول عندما يصلون وكيف نلزمهم المسير إلينا بدلا من الخروج إليهم أظن أنني أعرف طريقة تدفعهم للخروج إلينا حصن طبارية إنه من إقطاع القنصية زوجة ريموند وهي تقيم فيه إذا علم ريموند بأننا نحاصر الحصن وننقبه خاف على زوجته هناك فدفع القوم على الخروج إلينا لصدنا عن الغاية فيقع المطلوب لم يعد لنا قعود هنا حتى نصل طبارية ونصد صلاح الدين ونخلص السيدة وإلا فنحن لا نستحق ألقابنا أيها السادة سيدة الطبارية هي زوجتي وأنا أجدركم بالدفاع عنها وصونها ولكن ألا ترون هدف صلاح الدين ما كث وقتا يتعرض لنا هنا في صفورية ولما أخفق في استدراجنا عهد إلى حصار طبارية لا لشيء وإنما ليحملنا على النزول إليه بدلا من أن يصعد هو وعسكره إلينا فما ظنكم إذا مضينا إليه كما يريد بالحديد والسلاح كيف سيكون حالنا حين نصل إليه وقد أنهكن الزحف والحر والعطش لنجد عسكره في انتظارنا مستعدا محافظا على قوته وعافيته سنزحف إليه وننتهي من هذا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد كونت ريموند لقد نصحتكم ولسوف يظهر لكم صواب رأي ولكن أخشى أن يكون ذلك بعد فوات الأوان أما الآن فأنا واحد منكم تأخرتم تأخرت وإن تقدمتم تقدمت وصل الخبر الآن بدأ الفرنجة في التحرك من صفورية إذن وقع المطلوب يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم يا سيوف الإسلام يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكروا أنه لم يعد الآن بينكم وبين بيت المقدس إلا أن تنتصروا في هذه الوقعة الكبرى وكأني من الآن أسمع تكبيراتكم ترتفع من الأقصى المبارك ولعمري لقد استوحش لها بعد زهاء مئة سنة من الأسر الله أكبر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لن تكون اليوم وقعة كبيرة فقد بلغ بهم الإرهاق من المسير الطويل في حر الشمس مع العطش وهذا ما أردناه والحمد لله وإن غدا لناظره قريب هيا أقواهم هو أعقلهم ريموند صاحب طرابلس نحمد الله أنهم لم يطيعوا نصيحته فوقع لنا المطلوب وبعد أن وقع ما أراده صلاح الدين اجتمع بقادة الجند لوضع خطة يستطيع فيها أن يضعف جيش الفرنجة وخاصة أنهم قادمون من مكان بعيد تحت حر الشمس لذلك فإن فرسانهم حريصين كل الحرص على أن لا ينفصلوا عن رجالتهم وهذا يبطئ من اندفاعهم والرجالتهم الآن أكثرهم عطشا وتعبا لأنهم قطعوا كل هذا الطريق سيرا على الأقدام فإذا زحفناهم غدا لا نسلع إلى الالتحام بهم حتى نستفز فرسانهم للطراد نحونا فإنهم لن يستطيعوا الصبر في مواقعهم وراء المشات فإذا دفعوا نحونا انفصلوا عن مشاتهم فلا خير في المشات عندئذ ولا خير في فرسانهم دون مشاتهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم وبات جيش المسلمين ليلته بالتكبير والدعاء لله أن ينصرهم فيفتحوا بيت المقدس الله أكبر لكم أكره هذا الهتاف إنه أشد علي من سيوفهم وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اللهم يا ملاذ المستضعفين وقاسم الجبارين اللهم نصرك المبين يا رب العالمين اللهم بيتك المقدس قد طال عليه الأسر واستوحش لكلماتك وآياتك اللهم قد علمت أن هؤلاء لم يخرجوا إلا نصرة لك ولدينك وطلبا لمرضاتك اللهم نصرك المبين يا رب العالمين اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما أن جاء الصباح والتقى الجيشين إلا أن كان ما أراد صلاح الدين فقد بدأ جيش الفرنجة بالتهاوي الواحدة والآخر من العطش والتعب وكانت معركة حطين الفاصلة بين الفرنجة والمسلمين الذين أنعم الله عليهم بنصر عظيم أعز الله به الإسلام وكان أول ما فعله الناصر صلاح الدين أن سجد لله شكرا اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ كل شيء كما تحب وكما ترضى يا ربنا لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وأما من أسر من أمراء وملوك الفرنجة فقد قضى الناصر صلاح الدين بأمرهم كل على حسب منزلته ومقامه أما ريموند فقد أوفى بوعده ونذره الذي قد نذره عندما اعترض حافلة الحديج في الحجاز أخيرا أرناط قد شاء الله تعالى أن أفي بنذري وقد ظفرت بك فما ظنك؟ إن كنت تظن أني سأتوسل إليك فقد خاب الظن لست نادما على شيء لا وإذا عاد بي الزمان سأفعل الذي فعلت وأزيد عليه أنا أوفيت بنذري يا صلاح الدين فأوفي أنت بنذرك لا تحسبن أنك تموت بشرف الفرسان فالفرسان لا يخونون العهود وقد خنت ولا يقتلون الحجاج المسالمين وقد قتلت ولا ينهبون الآمنين وقد نهبت أنت مجرم ولست محاربا نذورك عدوان أما نذري فقصاص بالعدل والميزان فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم هدئ من روعك لم تجري عادة الملوك على قتل الملوك أما ذاك قد تجاوز حده بكل ميزان فكان الذي كان ولما تحقق للسلطان نصر الله المبين في ساحة حطين قصد طبرية في اليوم التالي فأخذها بالأمان وأكرم صاحبتها وسيرها إلى زوجها صاحب طرابلس ثم انعطف إلى عكة ففاوضه من فيها على التسليم والأمان في أنفسهم وفرق عساكره على الحصون والقلاع المجاورة على طول الساحل فملكوها مئة عام صهرت فيها معادن الرجال حتى انماز الخبيث من الطيب ذهب مجير الدين أبق وأحزابه من الشام فتوحدت وذهب شاور وأحزابه من مصر فتوحدت مصر والشام وقد بعث الله تعالى للأمة من يجدد دينها وعزيمتها عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين ولما حان الوقت لدخول القدس آثر صلاح الدين أن يدخل دون قتال حفاظا على الناس والمقدسات التي فيها فأرسل يدعوهم يخيرهم أن يسلموا المدينة ويخرجوا منها ويحفظوا أنفسهم أو أنه سيأخذها بالحرب فرفضوا التسليم واختاروا المقاومة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما واستعد صلاح الدين وأعد الجيش لحصار القدس استعدادا لدخولها يا أبطال حطين ها هي القدس تحت أبصاركم وليست بينكم وبين الأخصى الشريف إلا هذه الأسوار ها هي القدس التي ما زالت تكابد الأسر مئة عام وقد دلس العدو مقدساتها حتى شاء الله تعالى أن يجعل الفتح على أيديكم بإذنه فخصكم بهذا العمل العظيم واختاركم لمثوبته وأجره أيها المقاتلون ها قد دار الزمان دورته وبلغ الكتاب أجله وصرنا على أبوابها لا والذي بعث محمدا بالحق لن نرجع بعد الآن حتى ندخلها مكبرين تائبين عابدين بربنا حامدين أو نموت دونها الله أكبر وبدأ جيش المسلمين اقتحام أسوار القدس ولما فقد الفرنجة قوتهم ورأوا أن لا مفر من دخول صلاح الدين إلى القدس عمدوا إلى رجاء العفو مرة أخرى من صلاح الدين أيها السلطان المعظم لقد جئناك ونحن نأمل بعفوك وكرمك لم يكن بد من أن نبذل قصار جهدنا في الدفاع عن المدينة فلو لم نفعل لما أطاق أحدنا بعد ذلك أن ينظر إلى نفسه في المرآة ولا أنكر نفسه وأهله وما بقيت له قيمة في نفسه يستأهل عليها اسمه ولقبه وكرامته وميراث آبائه وأحرى الناس بتقدير هذا المعنى هو سلطان عظيم مثلك مزج بين القوة والرحمة مزجا حير أعداءه فلا نرهابك في القتال إلا بقدر ما نأمن منك في أعقابه وقومنا هناك يرغبون في الحياة ويكرهون الموت فإذا رأينا الموت لابد من فقد صحت عزيمتنا على أن نقتل أبناءنا ونساءنا ونحرق ما نملكه من أموالنا وأمتعتنا ولا نترككم تغنمون منها دينارا ولا درهما ولا تأسرون رجلا ولا امرأة فإذا فرغنا من ذلك كله هدمنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرها من المواضع الشريفة ثم نقتل من عندنا من أسر المسلمين وهم خمسة آلاف أسير ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا إلا قتلنا ثم نخرج إليكم فنقاتلكم قتال من لم يعد وراءه ولا أمامه ما يخشى عليه فلما رأى صلاح الدين أن المقدسات والأسرى في خطر اتخذ قراره تخرجون بالأمان إن شاء الله على أن يفتدي كل شخص منكم نفسه بعشرة دنانير ومن عجز بعد مهلة مدتها أربعون يوما عد أسيرا لا بأس إلا أن النساء والأطفال معولين يا سيدي ليس لهم كسب فلو تفضل السلطان وجعل فدية المرأة نصف فدية الرجل وجعل على الطفل دنارين فإنها تضاف إلى مكارمك لكم ذلك ولكن لنا شرط آخر لا يخرج المستأمنون إلا بالأموال المنقولة فقط متاع الرحلة والنقود أما الذخائر والمعابد والكنائس والقصور فلا يحمل منها شيء ولمن تعهدون بأماكننا المقدسة يا سيدي لأصحابها النصارى العرب أبناء بلادنا وأتم الله النصر الذي طالما بات الناس يحلمون به وفتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحم الله أكبر الله أكبر الله أخيرا بيت المقدس أولا وأخيرا بيت المقدس إيو الله صدق الله وعده حسبوه بعيدا وهو عند الله قريب إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وخرج الفرنجة من القدس كما كان الاتفاق إلا أن الأمير جاء إلى صلاح الدين يقول له كلمته الأخيرة قبل خروجه حطنت بعض أساطيرنا وصنعت أسطورتك هذا من جانب قومنا أما من جانب قومك فإني أشفق على ملوكهم من بعدك سيكون مثالك ملهما لبعضهم ومحرجا لمعظمهم والشعوب لن تتوقف عن المقارنة وهي مقارنة قاسية قاسية حقا وبعد أن أسس صلاح الدين أمور الدولة في بيت المقدس وأعاد لها الأمن والأمان وحفظ شؤون الناس فيها عاد إلى دمشق ولم يكن يعلم أنه لن يرى القدس مرة أخرى فبعد عودته بمدة مرض بالحمة التي كانت سببا في وفاته فأفجع موته المسلمين ودفن قرب المسجد الأموي في دمشق بجوار نور الدين زنكي رحمهم الله وعندما فتحت خزانته الشخصية لم يكن فيها إلا بضع دراهم لم تكفي لجنازته فأنفق على جنازته من بيت مال المسلمين وإنه لم يخلف ملكا ولا دارا إذ كان قد أنفق معظم ماله في الصدقات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ترجمة نانسي قنقر